هذا رجل من أهل ودي الدواسر متزوج وعايش مع زوجته أمورهم تمام التمام مزارع عنده مزرعة وعنده خير وحلال عايش مع زوجته تقريباً عشرين سنة طبعاً خلال العشرين سنة ما رزقهم الله ذرية هو فحص وقال له له الدكاترة والله أنت عندك ضعف طبعاً يروح للرياضي راجع وعندك ضعف أنت أنت قريب جداً للعقم يعني أكاد يكون معك عقم وزوجته كشفت زوجته ما فيها شيء الحمد لله أمورها طيبة استمروا عايشين مع بعض الرجال معشرة طيب وحياته طيبة سلوبه طيب وفيه خير لكن المرأة ما قدرت تتحمل ودها بعيال صارحت قالت لي فلان أنت والله ما بك شيء عيب ونعم الرجل والله لكن يا أخي العيال فطرة وأنا ودي كل عيال قال تبيني طلقت قالت والله إذا ما عندك مانع ودي فقال من حقت أنا ما قدر أجبرت على الحياة معي وهذا من كرم أخلاقها صراحة وفعلا طلقها أخذها واحدة من جماعتهم سبحان الله أخذها ثانية واحدة من جماعتهم وجابت منها أربع عيال يا جماعة هذا صاحبنا قعد لفترة ثم خطب خطب وحدة ما هي بصغيرة يعني يعني في الأربعينات قعدت معا فترة بقربين ثلاثة أربع سنين ولجاهم عيال وبرضو ذي جاءت وكلمت قالت لأ والله يا فلان أنت رجالا طيب ولا يعاب عليك شيء وما عاش ركزين بس أنا والله ودي بعيال قالت بينا طلقت قالت يا والله طلقني طلقها عاش حياته مزرعته وحياته لكن وحداني مسكين كان يشتغل معه يمني واليمني هذا رجالا طيب وفي خير قال له يا عم فلان قال نعم قال يا أخي أنت رجال عمرك الآن تقريبا سبعين سنة وتحتاج حولك وحوليك أحد وما حقول ما تتزوج قال يا أخي تزوجت والله سبحانه وتعالى ما كتب لي أني أستمر وش أزين يا أخي بذل توسعي قال طيب أنا عندي لك عرب قال وشو قال أنا أختي في اليمن تزوجت مرتين ومجاها عيان وهي وضعها مثل وضعك أنت محتاجها وهي محتاجتك فوش رأيك تأخذها وهي ما شاء الله ما ينقصها سنع ولا ينقصها جمال ولا ينقصها علم غانم وفيها خير قال والله ما عندي مانع أبدا ما عندي مانع أطلع تصريح بالزواج وأخذها وفعلا طلع تصريح الرجال وراح أخذها من اليمن سعيد أخ مبارك هو ما يجيه عيال وهي ما يجيه عيال فترعاه ويرعاه قعدوا بوادي الدواسر فترة ثم قرر يروح لرماح ليه لها قاربا برماح باع مزرعته بوادي الدواسر وباع بيته ثم راح لرماح وبدوا حياتهم برماح هو زوجتها اليمنية دي تعرفت اليمنية على جيران وتعرفون رماح ديرتين صغيرة من ضواحي الرياض ديرتين صغيرة ميب كبيرة ودائما سبحان الله الحياة الاجتماعية في القرى في الأماكن الصغيرة أعمق أقوى من الحياة في المدن المهم تعرفت عليهم ويوم من اليوم جارست تسولف معهم قالوا لها أنت ما رحت تسببت وما رحت لدكاترة قالت والله أنا زوجي ما يجي عيال كشف وأنا بعد ما يجيني عيال والحمد لله قدر له ما شاء فعل فقالت لها واحدة من الموجودات يا بنت الحلال ابذلي سبب ابذلي سبب قالت مثل إيش قالت فيه وصفة مجربة الوصفة ذي ما منها مضرة إن ما انفعت ما ضرت وهذه يا جماعة الخير حطوا عندها عشرين خط الجملة دي دائما الخلطات اللي فيها أشياء منوعة تخلط مع بعض وينتج عنها مواد كيميائية جديدة انتبهوا لها لأن هذا يحدث لها تغير كيميائي فتتحول إلى المادة جديدة لا إذا كانت الأشياء اللي تتناولها أشياء طبيعية ولا هي عبارة عن خلطات مجهولة فإن شاء الله فيها خير ما في شي قالت لها وشي الخلطة قالت أقول لها الخلطة الخلطة الصبح على الريق تفقسين بيضة في كاس وتحطين معها حبوب لقاح وغذاء ملكات النحل وتحركينها تخفقينها تخفقينها ثم تشربينها ثم تشربين وراها موية هذه مقوي عام إن ما انفعت ما ضرت أنت وزوجت كاسل زوجت وكاسلت كل صبح قالت خير إن شاء الله قالت احرصي عليه ترى مجرب وقبل ذلك توكلي على الله وفعلا صارت تكلمت هذه زوجها الشاي بذاء وقالت لي يا أفلان والله انصحوني بها الوصفة والجماعة يقولوني مجربة والمنفعة ما ضرت وش رايك قال ما عندي مانع يا زين السماحة خلك سمح قال ما عندي مانع بس الأمر سهل هاشربه هاشربه راه ماء وهي ما شاء الله بيض هو غذاء ملكات النحل كلها خير وبارك وفعلا استمروا على هذه الوصفة قاعدوا لهم فترة حول شهر ونص وإذا بالمرأة يسر عندها شوية تغيرات جاه غثيان وبدت نفسها تلوع عليها وبدت تبغى ترجع ولما أخذها شايبها ودها المستوصف قالت لها الدكتورة والله هذه علامات علامات الحمل قالت لها يا دكتورة ش حملة زوجي ما يجيه عيال وانا ما يجيه عيال ش حملة قالت يا بنت الحلال اخودي افحصي فحص الحمل في حصة فحص الحمل يا جمعة الخير وإذا هي حامل المرأة مو بسيعتها الفرحة فرحانة فرحانة يا جمعة الخير اضنى اضنى يا جمعة فطرة المال والبنون زينة الحياة الدنيا راحت لزوجها الشايب قالت لها فلانا بشر كان حامل قال حامل أنا ما يجيه عيال ش حامل قالت والله حامل والله اني حامل الرجل شك شغل ورح للرياض وعنده الدكتور اللي يفحص عنده دائم قال يا دكتور ابوك تفحصني عمل لها فحص جديد قال لا ما شاء الله عليك صايرة عندك تغيرات والحيوانات المنوية صايرة قوية عندك ووضعها زين كثيفة وعددها كثيف فترى بإمكانيتك ان شاء الله انه يجيك عيال الآن قال والله يا دكتور زوجتي حامل قال ما شاء الله عليك ما شاء الله ألف مبروك والله انت وضعك سليم الرجال طاهر من الفرحة وفعلا رزقهما الله يا جماعة الخير ولد وبنت القصة هذه وصلتني من امرأة مطلعة على هذه القصة وهي من أهل الرح لا تيأس لا تقنط ابذل السبب ابذل السبب الدعاء واللجوء لله سبحانه وتعالى وبذل الأسباب المادية في الأشياء الغير مضرة انتبهوا لا تروح للأشياء المشبوهة والأشياء المضرة لا ابذل السبب لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك خلونا ننتقل العطرنا الثاني هذه أخت سورية اتحدث بقصتها تقول أنا تزوجت ورزقني يا الله برجال أقصى ما أتمنى من الرجال كل شيء أتمنى فيه حبيته وعشت معه حياة أجمل حياة وعملت حركة غريبة أنا ما كنت أبغى حامل فقررت أني أخذ حبوب منع الحامل ولا أعلم زوجي أبي أستمتع بحياتي كل اللي أجلس معه من قريباتي يقولني أفلانا أستمتع بحياتك حين تورطنا جبنا عيال وتورطنا ودخلنا في الشيقى بدري خذي راح تتس يا بنت الحلال واستمتعي لا أحقع العيال تقول فكنت أخذ حبوب منع الحامل أشتريها من الصيدلية وأخذها قبل الجماع ولا يحصل حامل استمريت على هذا الحال خمس سنين ثم جاني زوجي في يوم اللي يوم وقال لي أفلانا والله في بالي أني يجي نعيال ودي نفحص ونشوف وضعنا وشو أنا بروح أفحص وانت يفحصي فحص الرجال وإذا وضع سليم قال للدكتور ما شاء الله عليك حصان ما عندك مشكلة راحت هي تفحص فقالت لها الطبيبة والله عندك ضعف علميني أنت وش العلاجات اللي تقلينها يمكن يكون لها دور فصارحتها قالت لها والله أنا من خمس سنين وأنا آقل حبوب منع الحامل كنت يتخذينها بوصفة طبية كنت مطلعة دكتورة على هذا الكلام قالت لا والله أنا من نفسي قالت هذا التصرف أدى أنك انتصار عندك ضعف شديد في التبويض أنت يعني صعب يجيك عيال تألمت المرأة تضايقت خصوصا لها دور في هذا الأمر لكن قدر الله ومشاء فعل كلمها زوجها وقالها يا فلانة بما أنك أنت ما يجيك عيال والله أنك غالية وعزيزة علي وحبك ونور عيوني أنتي بس أنا أبي عيال ومي ألحت علي تبي تشوف عيالي فأنا بتزوج قالت من حقك تزوج بس أنا بطلب مكترة وشو لا تتخلى عني لأني والله أحبك وما لي بعد الله سبحانه وتعالى لأنت قال والله ما تخلى عنت ولا أتركت أنت غالية وحبيبة القلبي وحبت ولا يمكن أن تخلى عنت وفعلا تزوج الرجال زوجته الثانية أول حمل لها يا جماعة بعد فترة بسيطة أول حمل لها توأم شوفوا الجماعة كيف فالله رزقه ثم سبحان الله العلي العظيم ولدت وبدأت تربي عيالها الرجال تعرفون ساكن في بيت واحد وضعه يعني ما هو غني ساكن في بيت واحد وهذه في غرفة وهذه في غرفة في يوم الأيام جالس مع زوج تهلولة ويسلفون وتعرفون مشاعر الرومانسية مشاعر المحبة ثم قالها يا فلانا أنا والله ما حبيت زوجتي الثانية يعني ما يعني لها لها يعني محبة بس ما أنا بحبها مرة يعني وأنا قاعد أفكر تفكير ما أدري توفقيني فيه ولا لا قالت وش شو قال أفكر أطلقها والعيال الحمد لله الحين عندي منها تقريبا أربعة يصيرون عند تسنتي وربيهم يصير زيتنا في دقيقنا وهذه مع السلامة بره بره تقول فقلت له أعوذ بالله أعوذ بالله أنا أحرم أم من عيالها أنا أتسبب لها في خرب بيت وفي طلاق لا والله ما أسوي كده يا فلان ولا تجي منك يا فلان قال يعني قالت يعني الله يخليك لا تعيد لي هذا الكلام شركة فيك مبروكة اشتراكنا فيك مبروك وأنت ما شاء الله عليك كفوا قدنا أنا وهي وهي جابت لك العيال وأنا ما جبت لك العيال لكن الله مقسم الرزاق بيننا وبينها والعيال عندنا من ربيهم أنا وأنت وهي لكنك تحرمها من عيالها لا والله وأرجوك لا تعيد لي هذا الكلام تقول وقعتنا خلاص رجعت حياتنا الطبيعية تقول أنا أشوف رؤية أشوف حمامة في المنام رافع جنحانها تدعي لي كل ما نمت أشوفها الحمامة رافع يدينها تدعي لي دائما تتكرر عليه تقول فسألت شيخ معبر قلت أنا أرى كذا 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 فقال لها المعبر إن صدقت رؤياك فيه امرأة صالحة تدعي لك دعاء حثيث إن الله يوفبك إن الله يرزقك من واسع فضله وتراها حتى في قيام الليل تدعي لك ما تنساك من الدعاء تقول المهم قعدت فترة ثم جاني إعياء وغثيان ورغبة في الترجيع رح تفعص عند الدكتورة نفسها دكتورتها الأولى قالت لها يا فلانة ما شاء الله أنت حامل شلون يا دكتورة؟ قال الله أنت حامل يا دكتورة بدأت الدموع يا دكتورة أنت قلتي لي صعب قالت أنا قلت لك صعب بس ما قلت لك مستحيل وما على الله شيء ربعيد هذه فضل من الله سبحانه وتعالى الحين أنت حامل ما شاء الله قالت دكتورة تكأكد قالت والله متأكدة أنت حامل رجعت الأخت هذه للبيت استقبلتها الزوجة الثانية عند الباب وكانت علاقتهم مرة طيبة قالت لها يا فلانة قالت نعم قالتها بشرت الدكتورة تقول أني حامل حضنتها الثانية وبكو قالت لها الزوجة الثانية والله يا فلانة إني ما أنسات من الدعاء والله من يوم سمعتت أنا مرة من عند الغرفة وبو فلان يقول لت إني أنا بطلقها بخلي العيال عندك وسمعتت وانتي تقولين لا والله ما أرضى أنك تطلقها وتأخذ عيالها وتخليهم عندي لا والله ما أرضى أنها تكون مظلومة من ذيك اللحظة وأنا ما اعتبرت إلا أختي من ذيك اللحظة وأنا ما أنسات من الدعاء ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى وادعيلت والله أكثر من دعايا لنفسي لعل الله يفرجلت ويسعدت مثل ما تتعاملين معي ومثل ما أسعدتيني بكلامت وفعلا رزقها الله ولد وعاش وفي ذا البيت حياة أخوات ما تدري هل هم ضرات ولا أخوات من شدة المحبة اللي بينهم إيش السبب يا جماعة السبب الغل والحقد والغيرة لما تزيلها من نفسك وتترفع عنها الله سبحانه وتعالى يرزقك صفاء القلب ونور نور البصيرة وحلاوة الروح تصير تحب للناس الخير ما ترضى بالظلم حتى لو كان فيه مصلحتك أنت ما ترضى أن يظلم أحد لأنك تعرف أنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله شوفوا يا جمعة الخير ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلي ترى الغل هذا والحسد والحقد اللي في قلبك إذا نزعته وقللت منه وترفعت فوقه الله سبحانه وتعالى يرزقك سلامة الصدر وحب الخير للناس يرزقك لدة الحياة وطيب الابتسامة أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقكم سلامة الصدر ويرزقكم الابتسامة الصافية ويرزقكم الرزق الحلال ويصب عليكم الخير صبا هذه العطور اللي عندي اليوم واللي تستاهلونها وتستاهلون أكثر منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة